انا اسمي عادل حسان باكلاريوس المعدل علي الفنون المسرحة هي دفعة 2000 بيشتغل مخرج في المسرح القومي وفي نفس الوقت مدير المركز الاعلامي في البيت الفني للمسرح انا حصلت على منحة مدد في دورتها الاولى عن مشروع اسمه بالمصري المشروع كان هادف لتقديم عروض مصرحية في المقاهي الشعبية في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة ليه القهوة؟ اولا جمهور القهوة ده يعني 80-90% منه اللي ممكن يبقى عمره مفكرا ان يروح المصرح وبالتالي هم دول الناس البسيطة اللي غالبا محرومة من كل الخدمات في الحياة محرومة من خدمات الثقافة يا رغم ان منطقة العمرانية تحديدا فيها اصر ثقافة اسمه اصر ثقافة الجيزة يعني الى الان الناس ما تعرفش ان ده اصر ثقافة جمهور القهوة كمان الحقيقة هو جمهور فاكك يعني جمهور مش مناشية هو جمهور عنده استعداد لان هو يتقبل اي حاجة ان هو رايح القهوة ممكن يتفرج على مطش ممكن يتفرج على مسلسل لكن فكرة انه يتفرج على مصرح دي اللي كانت جديدة ودي اللي كانت مختلف ويمكن اللي شجعني في مدد انه يعني لما انا الاول كمان بدأت كان الدكتور عماده ابو حيق غازي كان بينشر كتير على صفحته على فيسبوك عن المؤسسة وكان بينشر قايمة باسماء الناس المؤسسين او اللي بيساهموا عجبتني الفكرة فكرة انه يبقى فيه ناس سواء مثقفين او فنين او حتى يعني مهتمين ويشاركوا بشكل مجتمع يعني هما بشكل شخصي يعني عاملين الشارع محتاج كتير يعني وخاصة بعد ما مؤسسات الحكومية للأسف يعني كل الانشطة في اماكن مغلقة مقفولة مقفولة على ناسها وعلى اللي بيشتغلوا معاها الخروج للشارع دي دي انا شايف انها حاجة مهمة جدا في السنين اللي جاية يعني انه الناس تعرف انه لأ فيه فن وفيه ثقافة وفيه فنون شكلها مختلف بتتقدم الناس البسيطة اللي مش قادرة تدخل المسارح ومش قادرة تدخل اصول ثقافة يروح لها الفن لغاية عندها مش لازم يقى مصرح بقى قهوة بس في الشارع مهم ان يبقى فيه مزيكة ومهم ان يبقى فيه مرسم مفتوحة في الشارع يعني نأمل ان ده يحصل ان شاء الله اشتركوا في القناة